اهلا وسهلا بكم في برنامج احدث فرقا معي انا الياس كسابري راديو الحياة قابل ابونا ممدوح من مدرسة جوي من بيت صحور ابونا ممدوح شو هي مدرسة جوي صباح الخير مدرسة الفرح للتعليم البطيء هي مدرسة لذوي الاحتياجات الخاصة للطلاب المهمشين والذين تركوا مدارس العادية ولم يددوا اي مقعد في المدارس العادية فهم بحاجة الى تعليم خاص متى تم افتتاح المدرسة وليش تم افتتاحها؟ تأسست مدرسة الفرح في عام 1993 للطلاب المهمشين الذين بالشوارع لم يجدوا مقاعد للدراسة بسبب اهمالهم اولا واهمال ذويهم ويوجد لديهم صعوبات تعلم في الدرجة الاولى لم يقرأوا لم يكتبوا لعدة اسباب السبب الاول ان هناك زواج الاقارب وهذا ادى الى تدني مستوى الذكاء معهم السبب الثاني هناك حوادث حصلت لهم اثرت على الادمرة واصبح عندهم عدم قدرة على التحصيل العلمي وايضا كانوا مهملين في الصفوف الدراسية نتيجة عدم اكتشاف حالاتهم ولهذا السبب قد تأخروا في التعلم فلم يستطيعوا ان يستمروا في المدارس العادية ولهذا تسربوا واصبحوا بدون مدارس واكتشفنا ان هناك في البداية حوالي تسعة كانوا بدون مقاعد دراسة فتأسسنا المدرسة وحصلنا على الترخيص اللازم من وزار التربية والتعليم وبدأنا العام الدراسي بتسعة طلاب وعندما انتهى العام الدراسي كان لدينا ثلاثين طالب من دول الاحتياجات الخاصة وكانت مدرسة ناجحة وما زالت نشكر الله على ذلك والحالات التي تأتي إلى المدرسة في الدرجة الأولى هي كما ذكرت تدني الذكاء عدم المقدرة على السمع لم يكتشفوا ان اطفالهم لا يسمعون لم يكتشفوا انهم لم يروا بالطريقة الصحيحة بحاجة الى النظرات والى السمعات لفض ايضا صعوبات في اللفض لديهم بعض منهم حادث له حوادث سببت له مشكلة في الأدمرة لم يكتشفها الأهل وهناك بعض الاعاقات لا نريد ان نذكر كلمة اعاقحة ولكن اصبح لديهم مشكلة اكتشفناها ونحاول ان نعامل كل طالب على انفراد حسب حالته ونعلمه بقدر المستطاع ان يقرأ ويكتب ويحسب شو نوع المشاكل والاعاقات الاولاد بعانوا منها؟ كما ذكرت انهم لا يستطعون القراءة ولا الكتابة عندهم صعوبات في التعلم ولا يتذكرون ما يقرأون وما يكتبون نعلمهم في هذا اليوم وفي اليوم التالي ينسوا ما تعلموا يوجد عدم تركيز ونسيان وضياع والميموري الذاكرة عندهم ضعيفة للغاية وبحاجة الى العاب تعليمية هادفة وايضا هم كثيرين الحركة لا يستطيعوا التركيز فهم يلعبون ويتعلمون يوجد طرق كثيرة لتعليم هؤلاء الاطفال لانهم بحاجة الى طرق غير تقليدية حقيقة نستعمل معهم طرق الحديثة جدا للتعلم من هناك العاب تعليمية هناك وسائل تكنولوجية حديثة وهذا طريق السمع وطريق اللمس وطريق بناء القدرات والالعاب مما تجعل الطالب ان يتذكر وتساعده على الحفظ هل الاولاد بحبوا يجوا على المدرسة ويتعلموا؟ حقيقي لهذا السبب قد اطلقنا هذا الاسم على المدرسة مدرسة الفرح لانهم بحاجة ان يكونوا بجو من الفرح جو من المرح وليس فقط ان يكون هناك فقط جلوس للطالب بطريقة جدية بل ان يكون هناك نوع من العلاقة الشخصية بين المعلمة والطالب حتى تستطيع المعلمة ان تمرر المعلومة الى الطالب نتيجة العلاقة الشخصية وحقيقة جميع المعلمات هنا اناث في المدرسة والسبب في ذلك لكي ما يعاملوا الطلبة طلاب وطالبات لدينا مختلطة يعاملوهم مثل امهاتهم على انهم اطفالهم بحاجة الى امومة وهذا مهم جدا ان يشعر الطفل او الطالب انه يتعامل مع ام وليس مع معلمة او مع معلم لا يوجد هناك حالات جدية او علاقة جدية بين المعلم والطالب بل يكون هناك علاقة محبة اولا ونبني العلاقة بين المعلمة والطالب وتلتاح الطالب والطالب للمعلمة وهنا يحصل التقارب والتعلم واخذ المعلومة بسلاسة من المعلمة الى الطالب ولكن القدرات تختلف من طالب الاخر والتحصيل يختلف اظن كل فرد عنده امكانيته الخاصة وحالته الخاصة ونتعامل مع كل حالة بطريقة اوضاك عمل كثيرة اللي يقول طالب اوضاك عمل له ونتبع المناجي الفلسطيني ولكن باوراك عمل تختلف من طالب الاخر حسب مستواه كم من طفل عندكو في المدرسة؟ في الحقيقة صدمنا للعداد في هذا العام 61 طالب وطالبة ويوجد لدينا على لوحة الانتظار اكثر من عشرة ولنستطيع ان نستوعب اكثر من 60 طالب سنويا ونأخذ الحالات الاضطرارية ونحاول ان نبقي باقي الطلاب في مدارس عادية وللأسف ان لم يستطيعوا يبقون في البيوت ونحاول اخت هؤلاء بالتحديد حتى لا يبقوا في البيوت بل ان يشعر انه طالب ويأتي الى المدرسة شو ممكن هذول اطفال يكونوا يعملوا اذا ما كانوا في هاي المدرسة؟ سوف يكونون بالشوارع ويسببون اذى الى انفسهم اولا واذى الى الاخرين ويزعجون الناس في الشوارع ويعملون مشاكل لبما يؤذون انفسهم ويتسببون باذى الاخرين وهذه الظاهرة التسول والصرقة وينحرفون فمن الافضل ان يكون الطالب في مكان امن من اجل ان يتعلم وان يعتنى به وان نحصل على جيل ننشئه بالطريقة الصحيحة ان يكون عضو في المجتمع ودمجه بالمجتمع ضروري ونطالب الناس بان لا يلقبوهم بالقاب تنعتهم وتحطم من نفسيتهم وشخصيتهم بل ان نتقبلهم وان نحتويهم بالمجتمع وان نضعهم في مكان اامل فهم بحاجة الى عناية بحاجة الى حب بحاجة الى ان يتعلموا مهنة يعتشون منها هل في عندك اي كصص عن حياة الاطفال اتذكر ان هناك والد طالب احضره الى المدرسة في اليوم الاول وعندما دخل الى المكتب قال عبارة لم احبها وقال اتمنى لو ان الله لم يعطني هذا الطفل لاننا لا نستطيع ان نتعامل معه وهو يزعجنا وعمل حياتنا جحيم ويعمل حياتنا جحيم ولا نستطيع ان نتعامل معه وان نتضبر امره وهذا اخذ مني جلسات عديدة مع هذا الاب حتى تقبل ابنه كما خلقه الله وقلت له ان الله خلقه لك هدية وسوف تكتشف لاحقا وفي المستقبل لماذا الله اعطاك هذا الطفل بعد سنوات تعرض والد هذا الطفل الى حادث ولم يستطع ان يعيل اسلته وتوقف عن العمل وقد علمنا هذا الطفل التعليم حفظ خشب الزيتون لانه لم يستطع قدراته التعليمية لم تؤهله ان يكمل تعليمه النظري فنقلناه الى ورشة عمل تعليم خشب الزيتون وتعلم واصبح ماهر في هذه المهنة وتخرج واستطاع ان يحصل على معاش يومي وحوالي عشرة دنانيذ اولدني يوميا وعندما زرت والد هذا الطفل في البيت وسألته كيف ترى ابنك في هذه الايام هل تطور قال بالحذف الوهد اشكر الله انه اعطاني ابن الحبيب لانه هو المعيل الوحيد في هذا الوقت الى العائلة فقلت لو تتذكر عندما استحبت ابنك في اليوم الاول الى المدرسة وقلت اتمنى لو ان الله لم يعطني هذا الطفل لانه جعل حياتنا جحيم لقد اثبت لك الله ان هناك رسالة من هذا الطفل وان حياتك قد تغيلت وسبب تغيير حياتك من هذا الطفل فقد جعلنا غيلنا حياة الاب وغيلنا حياة الطفل واصبح الاب يتقبل ابنه وغيلنا العقلية وغيلنا المحبة القاسية اللي كانت في داخل الاب واصبح الاب يعرف ان الله قد اهداه ابنه لكي ما يعطيه رسالة في حياته واصبح ابنه المهمش هو اهم واحد في العائلة واصبح يحيله ويعيل اسرته هل الاهل بعانوا من صعوبة في التعامل مع اطفالهم اللي عندهم احاقة في الحقيقة ان الاهل ليس مثقفين ولم يكملوا تعليمهم الجامعي وهذا ايضا سبب من الاسباب لعدم معرفة كيفية التعامل مع الاهل ومع الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة هم بحاجة الى مختصون للتعامل معهم ولتنمية قدراتهم وتسير حياتهم اليومية نعم انه صعب ان تتعامل مع مثل هذه النوعية من الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة ولكن على الاهل ان يتعلموا كيف يتعاملون مع هذه النوعية من الابناء نعم يوجد صعوبات كثيرة مع الاهل للتعامل معهم ولكن في الدرجة الاولى ان احبوهم يستطيعوا ان يعاملوهم طبيعيا المعاملة ان لا يكون هناك اي فرق بين ابن وابن وان يعاملوهم جميعهم على التساوي وبهذا ينجحوا اما ان كان هناك فرق في التعامل بين ذوي الاحتياجات الخاصة والابن الطبيعي فهذه تخلق فجوة في الاسرة وهذا ما نطلبه من الجميع ان ندمجهم بالحياة الطبيعية وان نعطيه الحق الكامل في حياته لانه مخلوق على سورة الله ومثاله هل بعض المرات الاهل بحسوا انهم هم السبب وبحاملوا حالهم المسئولية عشان انجبوا طفل عنده اعاقة؟ الله يخلق الجميع ولكن عندما يعطي الله طفل ذوي احتياجات خاصة لا يشعرون بالندم بل هناك رسالة كما ذكرت من الله لكي نرى اعمال الله في هؤلاء الاطفال فنعم يجدون مرارة في ان يكون لديهم طفل من هذا النوع وذوي احتياجات خاصة ولكن هذه المرارة مع الايام تزول اذا اعتبروهم طبيعيين مثل الباقي ويدمجوهم بالحياة ويعطيهم الحب والعطف والحنان والحقوق ولذلك يشعر بان حياته طبيعية معه فتزول المرارة وتصبح الحياة طبيعية وعادية انتو عندكم اصنع خشب طب شو المنتجات اللي بتصنعوها؟ نعلم الطلاب الذين لا ينجحون بالتعلم النظري حفر خشب الزيتون للذكور وللاناث الخياطة والتطريز الطراثي حتى يعتشون ويتعلمون المهنة لكي ما يصبحوا مستقلين ويكسبون قوتهم اليومي دون ان يكونوا عب على الاخرين فينتجون ما يطلب منهم ما غائل من اجل تزين شجرة عيد الميلاد كريسماس أولنومنت ونسميها زينة عيد الميلاد ممكن نسحون ممكن علقات مفاتيح تمثيل تعطي اشخاص ملائكة وجوه العضاء ميريام عليه السلام ممكن اي شيء يطلب منهم للشموع يعملون ايضا هناك كثير من الاشياء تطلب سواء كانت دينية او غير دينية يستطعون ان يعملوها طبعا بمساعدة المعلمين المهرة وبالفعل تجدون في صفحتنا على الانترنت تجدون الاشكال الكثيرة ربما تريدون ان تأخذوها لكي ما تساعدوا هؤلاء الطلاب هل انتو كعائلة واحدة كبيرة؟ في الحقيقة نعيش في المدرسة بشكل عائلة لانه من الضروري انه يكون العلاقة علاقة عائلية حتى نستطيع ان نوصل المحبة للجميع بالدرجة الاولى وتكون علاقتنا علاقة محبة في الدرجة الاولى والعلاقة مهمة حتى يستطيع ان يتعلم الطالب وكلهم مبسوطين مع بعض سواء المعلمة او الطالب او الطالبة وبعيشوا فعلا حياة مع امهاتهم ومعي انا بالذات ندوني بابا ابونا كلمة بالعربي ابونا ابو روحي ابو جسدي انه من دير بالنا عليهم من حين عليهم من طعميهم بنعالجهم من حاول ان امن لهم كل اشي فقدوا بحياتهم وهيك بتكون الحياة عائلية كيف بتحصلوا على اجركم؟ هل الحكومة بتعطيكم مال؟ ولا بيجيكم تبرعات؟ في الحقيقة نواجه الصعوبات في التمويل الدرجة الاولى لا نحصل على اي تمويل من الحكومة فقط نحصل على الترخيص من وزارة التربية والتعليم يراقبون التعليم والمعلمين والمعلمات كيف يعملون خطة العمل والدراسة وكل هذه الامور لكن لا يوجد اي دعم مالي من الحكومة نعم نطرق الابواب الكنائس والكنيسة هي في الدرجة الاولى تدعم يوجد لدينا طلاب مسيحيون ومسلمون لا يوجد اي فرق بين اي طفل جميع الاطفال في المجتمع هم اطفال بحاجة الى تعلم وذو احتياجات خاصة نقبل من يطرق باب المدرسة ويأتي نقبله ونقدم له التعليم وحتى نعلم التربية الدينية الاسلامية والتربية الدينية المسيحية ويتعرفون على بعضهم البعض وعلى صلوات بعضهم البعض ونشكر الله على هذا التعايش السلمي بدون اي فرقات ونقبل اي طالب يأتي الى المدرسة ولكن الدعم المالي هو العقبة الوحيدة لان العائلات فقيرة جدا ولا يستطعون ان يدفعوا الاقصار المدرسية فلياد علينا ان نجد لكل طالب معيل او متبني لكي ما يدفع او يتبرع عنه قصد المدرسي او نجد من المؤمنين من يقدم المساعدات لمثل هؤلاء الاطفال يلمسون قلوبهم لذلك معابر هذا الراديو الراديو الحياة نطلب فعلا الدعم الى مدرسة الفرح والى الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة حتى نستطيع ان نخدمهم ونقدم لهم الخدمات اللازمة نقدم لهم التعليم ونقدم لهم تعلم المهنة ونقدم لهم الطعام وجبة يومية ونقدم لهم ايضا العلاج الصحي اللازم ويوجد تأمين صحي لكل طالب حتى ان كان هناك اي حادث سواء للطالب او المعلمة او حتى الزائر نغطي ذلك لانه مهم جدا لمثل هؤلاء الكثيرين الحركة يحصل حوادث كثيرة لهم فنغطيهم بالتأمين اللازم لكي ما نحافظ على حياتهم وعلاجهم كل هذه الامور بحاجة الى دعم فنطلب من من يحب ان يقدم للرب لانك عندما تقدم لمثل هؤلاء الاطفال تقدم من اجل ان يعوضك الله على تقدمتك بنقول عنها زكاة بنقول عنها تقدم عن المال والعيال بتقدم من كل المثل العربي المركب اللي ما فيه لله بغرك فكل واحد بيقدم لو يجي الله حتى نعين بعضنا البعض ونتعلم نعود شعبنا انه مش دايما احنا نوخذ لازم نعطيه والعطاء اكثر غبطة من الاخذ قديس بولوس بيقول العطاء اكثر غبطة من الاخذ نقدم العشل تبعنا نقدم الصدقات نقدم زكاتنا من اجل هؤلاء المحتاجين حتى ذوي الاحتياجات الخاصة يعيشوا طبيعيين ويأخذوا حقوقهم وندمجهم بالمجتمع ونعدلهم كرامتهم اللي انهضرت نتيجة عدم التعامل معهم بالشكل الصحيح فالكرامة الانسانية مهمة وايضا بدي اذكر قداسة البابا فرانسيس اعلن هذه السنة سنة الرحمة كلمة الرحمة كبيرة وموجودة في كل الديانات بتعني الاشي الكثير ارحموا من بالارض يرحمكم من بالسماء الرحمة نرحم بعضنا البعض بالكلام يكون عندنا ايمان نؤمن بكلمة الرحمة ونرحم بعضنا البعض وايضا نعطي عمل الرحمة عمل الرحمة انه نقدم نقدم اللي اشي اللي بزيد معنا نعطيه لغيرنا ونكون رحمين ونعطي رحماء مع الاخرين نشوف وجه الله في هذا الطفل اذا انت بتقدم للطفل انت بتقدم لالله وتعرف انك بتغير حياته وهذه اللي احنا بنياها نغير العقلية العقلية تكون عقلية عطاء وليس فقط عقلية اخذ وندعم بعضنا البعض والمجتمع المحلي والمجتمع الخارجي ايضا انه يعطي نتعلم العطاء فلذلك الصفحة تبعتنا على الانترنت www.schoolofjoy.org ونتأمل انه في حساب للمدرسة على الموقع انه نشوف بعض التبضعات من اجل تكملة هذه الخدمة للمهمشين للاطفال دول احتياجات الخاصة في مدرسة الفرح للتعليم البطيء هل انت بتحدث فرق في المجتمع؟ وشو هي صلاتك للاطفال اللي عندهم اعاقة؟ حقيقة انه نعمل غيرنا حياة ناس كثير حياة الاهل في الدلجة الاولى غيرناها انه بيقبلوا الاطفال كما الله خلقهم كانوا مهملين اطفالهم ذو الاحتياجات الخاصة اصبحوا يحبوهم واصبحوا يعمليهم طبيعيين وهذا تغيير العقلية مهم جدا وحتى عمقنا ايمانهم في انه يقبلوا مثل هذول الاطفال لانهم عطية وهدية من الله اثنين غيرنا احنا نظرة المجتمع لهم المجتمع لازم يستوعبهم ولازم نخرطهم بالمجتمع وندمجهم بالمجتمع وهذا ايضا تغيير واضح في المجتمع انه سرنا نشوف بعض ذو الاحتياجات الخاصة موظفين في اماكن مهمة وبشتغلوا شغل خفيف ولكنهم موجدين وبعيشوا بكرمتهم وبكسبوا رزقهم كمان لنفس الطفل اللي كان مهمش اصبح مهم واصبح تعلم صنعة يعيش منها وانه فشل في التعليم هذا لا يعني انه ما بنجح في اشي ثاني فممكن نظل معه حتى نكتشف الموهبة اللي هو بحبها وننميها عنده وبهذا الطريقة احنا منستطيع انه ننمي الموهبة ونعلمه حتى انه يستفيد منها ويعيش كثير الناس نجحوا وتعلموا موسيقى كثير من الناس بنوديهم مع الدبكة نجحوا الدبكة كثير من الناس نجحوا بالخشب الزتون في التطريس في الخياطة ودمجناهم وعايشين بكرمتهم فهذه هي التغيير هذا هو الفارق اللي عملناه في حياتهم في حياة اهليهم وفي المجتمع شكرا ابونا ممدوح وشكرا لاستماعكم لبرنامج احدث فرقا معي انا الياس كسابري وانت شو بتعمل عشان تعمل فرق في مجتمعك ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر